موسيقى اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام لفقرة ضيفة المساحة اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بالجزائر ينهي مناقشة كافة البنود المدرجة على مشروع جدول اعمال القمة بشكل توفقي تمهيدا لالتئام القمة العربية يوم غد وبعد غد الامين العام المساعد للجامعة حسام الزكي اوضح في تصريحات صحفية في اختتام اجتماع وزراء الخارجية العرب ان مشروع جدول اعمال القمة يتضمن كافة التطورات المتعلقة بالازمات في عدد من الدول العربية مشيرا الى ان كل بند من هذه الموضوعات تم اعداد مشروع قرار خاص به لرقاش هذا الموضوع يسعدنا ان نستضيف عبدالفتاح البن العمشي استاد العلاقات الدولية بجامعة القادة عياد بمراكش استاد عبدالفتاح سعد جدا بصدافتك اليوم مرحبا بداية اسألك كيف تقرأ التوافق الذي حضي به مشروع جدول اعمال القمة العربية التي ستنطلق هذا في الجزائر يجب تأكيد بداية على ان الاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة التي ستعقد في الفاتح وفي الثاني من شهر نومبر هو سبقه لقاء تشاوري في يوليوز المنصر واعتقد بان الطموحات اللقاء التشاوري الذي كان ناجحا بكل مقاييس هي يعني في تراجع على ما يبدو على اعتبار ان المواضيع التي نتحدث عنها والازمات داخل الاقليم العربي واكراهات العمل العربي المشترك والقضايا الامنية والقضايا المرتبطة بالبيئة والشباب التي كانت مدرجة في اللقاء التشاوري السابق هي لم تحضى بنفس الاهتمام هذا يفسر بان التوافقات هي في حدها الادنى وهي يعني بالخصوص امام اعلان عدد من قادة الدول على عدم الحضور لهذه القمة بمعنى ان القرارات الاستراتيجية اعتقد بانها لن تتخذ في هذه القمة لسببين اساسيين ان التمثيلية في مستوى ادنى من القمة هو لا يستطيع اتخاذ القرار بنفس الزخم الذي يمكن ان يتخذه القادة العرب لو كان هناك حضور وازن لرؤساء وملوك وامراء الدول العربية هذا جانب الجانب الثاني التوافق هو يعني السبيل الوحيد في العمل المؤسساتي التشاركي ليس فقط في منظمة في مجموعة الدول العربية ولكن ايضا في المنظمات الدولية الحكومية عموما على اعتبار انه هناك اختلافات في وجهة النظر هناك يعني سياسات خارجية ليست بنفس التوجه عموما وبالتالي فنحن امام حد ادنى من التوافق الذي يجعل من هذه القمة استمرارية للقمم السابقة وليس انتقالا حقيقيا للمش شمل العربي كما هو معلن شعار لهذه القمة أستاذ بفتح هذا الحد الأدنى من التوافق الذي قلت قبل قليل هل هو الذي دفع ربما جلالة الملك محمد السادس العدم المشاركة في هذه القمة حسب تصريحات التي أدل بها وزير الخارجية النصر بوريطة والذي تحدث عن جملة مهمة وكلمة مهمة قال لأسباب إقليمية هو في الحقيقة جلالة الملك يعني في إعلان عدم حضوره كما أشرتم يجعل من المغرب الدولة الوحيدة تقريبا في المشاركين في هذه القمة سواء في الشمع وزراء الخارجية أو في القمة نفسها بتمتيلية حكومية وازنة يمتلها السيد وزير الخارجية أعتقد بأن هذه التمتيلية في حديداتها هي تعبير من المغرب على احترامه أولا لجامعة الدول العربية وثانيا للمبادئ التي تضبط الدبلوماسية والمبادئ التي تضبط كذلك القانون الدولي على اعتبار أن المغرب يحضر إلى هذه القمة بمنطق بناء بمنطق يسعى إلى العمل على تطوير وتنمية العمل العربي المشترك بالرغم من عدم وجود علاقات طبيعية وثابتة ودبلوماسية بين المغربي والجزائر إذن هناك نوع من إنصح التعبير من الالتزام بالمبادئ العامة والأخلاقية في التعاطي مع هذه القمة من قبل المغرب على اعتبار أن المغرب هو الدولة الوحيدة التي تحضر إلى هذا اللقاء والجزائر نعلم جميعا ما تكنه للمغرب أولا في تصريحات وفي إعلام وفي سلوكات مختلفة وأيضا ما عبرت عنه من قطع للعلاقات الدبلوماسية مع المغرب للأسباب التي نعرفها جميعا نعم أستاذ أبو الفتاح وزراء الخارجي العرب بحثوا عددا من الملفات على رأسها القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في ليبيا والوضع في اليمن والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية برأيك أسألك كيف ستساهم هذه القمة في حل حالة هذه الملفات المعقدة الحقيقة أعتقد بأن الأزمة التي يعرفها العمل المؤسساتي العربي هي من جراء تدخلات أجنبية عن الإقليم العربي وأخص بالذكر كل من إيران وتركيا اليوم نلاحظ بأن إيران هي ذهبت إلى السرعة القصوى فيما يتعلق بضبط بعض التحالفات التي تربطها ببعض الأنظمة السياسية في الإقليم العربي وهذا بطبيعة الحال ليس بمنطق بناء ولا يمكن أن يؤدي إلى الوحدة فيما يخص تعزيز الموقع التفاوض للدول العربية مجتمعة أمام أولى الإكرهات الأمنية المختلفة أمام تدبير النزاعات التي أشر إليها الأمين العام بالنيابة والتي تهم كل من السودان مثلا وليبيا واليمن إلى غير ذلك ثم الأهم هو في هذه الفترة التي تعيش فيها العلاقات الدولية إعادة تشكيل نظام الدولي بشكل من الأشكال جراء الحرب الروسية على أوكرانيا وأيضا بعد الأزمة العميقة من ناحية اقتصادية التي خلفتها جائحة كوفيد-19 نلاحظ بأن المجتمع العربي والمنظمة التي تجمع الدول العربية هي أمام إكراهات أكثر من أي وقت مضى نحو التكتل ونحو البراجماتية في التعامل مع الاقتصاد الدولي ومع السياسة الدولية ومع التموقع جراء ما يجري ويدور في الساحة الدولية أعود مرة أخرى إلى نقطة التدخلات الإيرانية هل يمكن أن نقول السادة بالفتاح أن الجزائر اليوم خرجت عن الإجماع العربي الذي يجمع على أن التدخلات الإيرانية في المنطقة هي تدخلات سافرة؟ أعتقد بأن مع الأسف الشديد ولا يمكن أن نفسر ما أشار له السيد وزير الخارجية ولكن يمكن أن نشير إلى أن الجزائر هي تقوم اليوم في هذه المنطقة بسلوكات وبسياسات بالوكالة سواء حينما نتحدث عن العلاقات الروسية الجزائرية أو الإيرانية الجزائرية واليوم نلاحظ كذلك سماح الجزائر في خرق سافر لمبادئ يعني منع انتشار التسلح في التعامل بين إيران وبين الحركة الانفصالية المسلحة للبوليزاريو هذا أمر خطير ولا يمكن أن يسمح به ليس فقط من قبل المملكة المغربية جراء النزاع الإقليمي المفتعل ولكن أيضا هو يهدد الأمن والسلم فيما يمكن اعتباره بالنسبة للجزائرين أنفسهم بعلاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بمعنى أننا في منطقة المتوسط نسمح باختراق سافري للقانون الدولي ونسمح لحركات مسلحة وليست دول دات سيادة بالمنطق السليم للقانون الدولي أن تمتلك السلاح وهناك العديد من التجارب في الممارسة الدولية تمنع بشكل مطلق هذا النوع من السلوك الذي تسمح به الجزائر جهارا نهارا للبوليزاريو هذا أمر خطير وأشار له الممتل دائم للمملكة المغربية في هيئة الأمم المتحدة السيد عمر هلال إذن نحن أمام تطورات لا يمكن التنبؤ بمستقبلها ولكن يجب الحيطة والحضر من التعامل مع نظام يسمح لنفسه بأن يتراجع أولا عن التوافقات وعلى الانتزاماته الدولية كما حصل بين جزائر وإسبانيا في مرحلة سابقة وبين ما يسمح به على الأرض من هذا النوع من السلوك الذي يخترق أولا حقوق المبادئ العامة التي تضبط انتشار الأسلحة عبر العالم أيضا صيانة الأمن القوم العربي والتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب من بين الملفات المطروحة في جدوى الأعمال القمة على ضوء ذلك أسألك ما التحديات التي تواجهها الأمنية أساسا التي تواجهها المنطقة العربية اليوم الإقليم العربي من المحيط إلى الخليج هو في موقع جغرافي وفي مجال جغرافي تحيط به العديد من الإشكالات الأمنية والمخاطر الأمنية المختلفة ولعل الإرهاب مثلا والمخاطر الأمنية المختلفة هي من بين اهتمامات الدول متفرقة وكل الدول تقريبا هي تنخرط في السياسات الدولية في هذا المجال وهي شريك دولي أمام هذه الإشكالات التي تؤرق النظام الدولي ولكن أكثر من أي وقت مضى نحتاج إلى عمل وإلى تكتل عربي مشترك في مواجهة هذه المخاطر وعلى رأسها الإرهاب ولكن في غياب ذلك يمكن أن نتحدث عن نماذج مختلفة فيما يتعلق بالتعاطي مع القضايا الأمنية حينما نتحدث مثلا عن دول الخليج العربي وعن الأردن وعن مصر كذلك والتجربة المغربية الرائدة فيما يخص هذا النوع من العمل على المستوى الدولي لضمان الأمن والسلم في منطقة جد متوترة ولعل التعامل الاستخباراتي الأمريكي مؤخرا حينما لاحظنا زيارة رئيسة المجمع الاستخباراتي الأمريكي ولقائها بمسؤولين أمنيين يبرز هذه الثقة التي تمنحه للمغرب والتي يستحقها في نفس الوقت للتعاطي مع القضايا الأمنية في هذه المنطقة في غياب تواصل مع دول أخرى في الجوار هناك موضوع أيضا أساسي يرتبط بالقمى العربية وهو إصلاح الجامعة العربية وهو ملف ظل غائبا عن أجندات القمم السابقة نتيجة الخلافات بين بعض الدول الأعضاء وهو موضوع مطروح اليوم في القمى برأيك هل من الممكن أن يحصل أي تقدم بهذا الخصوص في هذا الموضوع هو هذا المسألة المرتبطة بأزمة المنظمات الدولية عموما نتحدث اليوم عن إصلاح داخل هيئة الأمم المتحدة عن إصلاح داخل بعض المنظمات الإقليمية هذا مرجعه إلى أن التوازنات التي خلقت وأنشأت المثاق الأساسي الذي بناء عليه أسست هذه المنظمات هناك تطورات كبيرة حصلت منذ ذلك الحين إلى الآن بمعنى أن جامعة الدول العربية يجب أن تمثل التوازنات القائمة اليوم وهذا لا مدخل له سوى إصلاح هذه المنظمة لتتطلع بمهام أكبر من جهة ولتقدر الإكراهات الدولية الراهنة من جهة ثانية ولتحقق التوازن مثلا الذي أصبحت تمثله مجموعة من الدول الرائدة وأن تترجم التراجع الذي أصبحت تعانيه مجموعة من الأنظمة كذلك التي لم تتطور ولم تنخرط أو لم يعدها تأثير الإقليمي تأثير إقليمي أماما في السياسة الدولية أو حتى من الناحية التأثير كما أشرتم ولم تصبح فاعلة بالقدر الذي كانت عليه في فترات سابقة وبقيت حبيسة المنطق السياسي ولم تتطور في أبعاد أصبحت اليوم شرطا للدول كي تأخذ مكانتها من جانب الاستثمار وجانب الاستثمارات الأجنبية والتعاطي مع القضايا الدولية وأيضا التأثير المتعدد من خلال المشاركة المباشرة فيما يهم الممارسة الدولية في مجموعة من القضايا التي تهم المجتمع الدولي ككل نعم الأستاذ عبد الفتاح البلعامشي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضعات بعمل الله والشكر موصول لكم أيضا المشاهدين على حسن متابعتكم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة